اشتركوا في القناة الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام الله هتكلم عن احلام ورؤى تبشرني بالشفاء ان شاء الله تبارك وتعالى في المنام او رؤية معنا وطبعا على فكرة يعني في الموضوعات اللي بتبقى مشهورة زي دي ببذكرش رؤى مشهورة بجيب رؤى الرائي يصعب عليه فهمها انها تدل على شفاء زي موت الصديق الحي عندي صديق في المنام في الحقيقة اشوفه في المنام بيموت رؤية ليها علاقة بالشفاء من اللي هشوف الرؤية دي ويقولني ده شفاء رؤية هدية الثوم رؤية تدل على الشفاء رؤية ميت معلوم او مجهول جائع وانا اطعمه رؤية ليها علاقة بالشفاء باذن الله تبارك وتعالى طبعا في بعض الرؤى اللي تعتبر يعني مشهورة شوية شرب الدواء شفاء الدقيق الابيض شفاء عودة الام المتوفية للحياة شفاء المحليل الطبية شفاء العطور الجميلة والروائح الطيبة شفاء القفل المفتوح شفاء لكن قضية الهدية من الشخص المسيحي او النصراني انا دائما اقول ان رؤية النصرى والكنائس محمودة بخلاف اليهود فالهدية من شخص مسيحي تدل هذه الرؤية على الشفاء باذن الله تبارك وتعالى رؤية بكاء طفلة هذه الرؤية تدل على الشفاء رؤية المفرش الابيض او الملاي البيضاء او الثوب الابيض ايا كان هذه الرؤية تدل على الشفاء باذن الله تبارك وتعالى الورد الجميل هذه الرؤية تدل على الشفاء اخر رؤية معنا وهي رؤية الخل الابيض في المنام رؤية لها علاقة بالشفاء ان شاء الله تبارك وتعالى تظلنا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته